السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحزائي طلبات المرحلة الثانية للدراسة الصباحية والمسائية لمادة التربية الصحية إن شاء الله يارب تكونون بخير وصحة وسلامة المحاضرة الخامسة هي بعنوان بعض العادات الضارة التدخين الكحول والمخدرات هذا الموضوع جدا مهم على صحة المجتمع على البيئة ككل نتناول هذا الموضوع بالسلبيات والإيجابيات إذن سوف نتناول في هذه المحاضرة سلبيات تعريف التدخين سلبيات التدخين وأيضا تعريف الكحول وخصائصه واستخداماته وتأثير الكحول على الجسم أيضا نتناول المخدرات صفات اللي يتعاطون المخدرات وشنو المقصود بالإدمان وكيف إنه منظمة الصحة العالمية حددت ثلاث مراحل للعلاج تعرفون التدخين هو أحد الآفات اللي منتشرة بالوقت الحالي واللي يسبب الأمراض للإنسان أول ما نكتشفه في أوائل القرن السادس عشر إنه كانت أمريكا اكتشفت عادة التدخين ومصطلح يطلقون عليه مصطلح النيكوتين اللي يدعوا للناس عند التحدث عن التدخين أخذ من اسم جون نيكوت اللي هو سفير الفرنسي هذا هو أول من اكتشفه التدخين لذلك يسموه بالنيكوتين نسبة إلى جون نيكوت إذن المطلوب من عندي من هو اسم أول من اكتشف التدخين جون نيكوت شنو تعريف التدخين التدخين هو عملية يتم فيها حرق مادة معينة هذه المادة تدعى بالتبق لما تحترق هذه المادة سوف يخرج منها دخان يتم استنشاق الدخان هذا المصطلح هو يعرف بالتدخين فإذن تعريف التدخين هو احتراق مادة معينة تدعى بالتبق حيث يتم تذوق الدخان أو استنشاق تلك المادة المحروقة للتدخين أضرار كثيرة أنه يفسد الهواء النقي طبعا أنه التدخين رح يسوي لهواء ملوث أيضا أنه تبذير وأنه أسراف والله سبحانه وتعالى ذكره بالقرآن الكريم قال تعالى ولا توذر تبذيره وقال تعالى ولا تسرفه وأنه لا يحب المسرفين إذن أنه تبذير أنه أسراف يؤدي إلى الإصابة بسرطانات يا سرطانات سرطان الحنجرة سرطان الرأي أيضا يضعف حاسة الشم والذوق يزيد عدد ضربات القلب يؤدي إلى الإصابة بالوهن والضعف العام أيضا من السرطانات أيضا يصيب سرطان الشفة واللسان والفم والبنعوم وهيرهم وأيضا يمكن أن يسبب أيضا في عيوب خلقية المطلوب من عندك إذن هالأول يعني من يجيك بالانتحان ما هي العادات الضارة عدتها وأشرح واحدة منها التدخين الكحول المخدرات والإدمان مثلا الكحول أو شنو المطلوب من عندك من التدخين التدخين تعرف له سعريفة ومضارة ومنو اللي اكتشفك إذن عندك هاي المضارة عشرة تحفظه خمسة من عندي النوع الثاني من العادات السلبية هو الكحول الكحول اللي يدعى بالكحول الأثيري هو أصل الإسكار في الخمر كيف يتم تصنيعها بتقطير المحالية السكرية المتخمرة يعني النوع الثاني من محالية السكرية يخمروها هذه لما تتخمر راح تطيني مادة مسكرة الخصائص الفيزيائية للكحول الأثيري هو سائل لا لون له إذن الكحول هو شنو؟ سائل لا لون له قابل للتطاير يشتعل بلهب أزرق درجة غليانة 80 والكثافة النوعية 0.8 يعني أقل من الواحد إذن هاي مثلا تجيك مثلا بشكل فراغات شنو هو الكحول؟ سائل لا لون له قابل للتطاير يشتعل بلهب أزرق أين يستخدم الكحول؟ الكحول إلى مضار وفي بعض الأحيان إلى فوائد يستخدمونه كمادة مطاهرة هسا حاليا إحنا من انتشار موجة كورونا نستخدم الكحول حتى نعطل لأنه يقضع الفيروسات والبكترية إذن ما هي استخدامات الكحول؟ يستخدم كمادة مذيبة في الصناعات الدوائية حتى يحضر الخلاصات الكحولية والصبغات الكحولية إذن يستخدم كمادة مذيبة في الصناعات الدوائية أيضا يستخدم كمادة مطاهرة موضعية يدخل في المشروبات الكحولية بالنسبة متفاوتة كمشروبات النبيذ وغيرها هنا عندك ثلاث استخدامات إذن تعرف الكحول وما هي استخداماته وما هو تأثير الكحول على الجسم فقط هاي منطتك من الكحول بشكل مختصر تبين الدراسات الحديثة أن الكحول إلى تأثير مطبط على الجهاز العصب المركزي كيف يطرح الكحول في البول بنسبة 5% وهي نسبة ضئيلة أما النسبة الأكبر منه فتطرح مع هواء الزفير لذلك يمكن اعتبار أن تركيز الكحول في هواء الزفير يعادل تركيزه في الدم إذن النسبة الأكبر من الكحول تطرح في الهواء إذن 2% تطرح في البول والنسبة الأكبر تطرح في الهواء تأثير الكحول على جسم الإنسان طبعا يأثر على الجملة العصبية المركزية يأثر على الجهاز القلبي يأثر على الجهاز الهضمي يأثر على الكب إذن خلاص موضوع الكحول جدا سهل شنو تعريف الكحول؟ هو عبارة عن مادة مسكرة مادة سائلة ليس له لون مادة متطايرة قابل للاشتعال درجة غليان 80 والكثافة النوعية أقل من 1 أو بوينت 80 استخداماته استخداماته بالإضافة أنه يستخدم بالمشروبات الكحولية كالنبيذ وغيرها لكن إلى فوائد أنه يستخدم كمادة مطهرة ويستخدم كمادة مذيبة إلى 3 استخدامات تأثيراته على الجسم أربعة يأثر طبعا على الجهاز العصبي ويأثر على الجهاز الهضمي والجهاز القلبي ويأثر على الكب الموضوع الثالث من العادات الضارة المخدرات المخدر أول مرة نتناول التعريف من الناحية العلمية ثم بعد ذلك التعريف قانونية المخدر مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي مصحوب بتسكين الإلم أما التعريف القانوني فهو مجموعة من المواد التي تسبب الإدماء وتسمم الجهاز العصبي ويحضر تداولها أو زراعتها ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له ذلك سواء كان طبيعية أو مصنع إذن هذا المخدر هو مادة كيميائية المفعول مادة يسبب لي أنه عاس أنه يخلي الشخص فاقد للوعي هذا من ناحية الكيميائية من ناحية القانونية طبعا هذه المواد يعني السبب تخلي الشخص مدمن عليها وبالتالي تضرب جهاز العصبي وما يصر أنه يتداول لأنه إذا كثرت شربها الشخص رح شو يأدي هذا إلى الإدمام سوصلف المخدرات إلى ثلاثة أنواع مخدرات طبيعية مخدرات نصف صناعية ومخدرات صناعية المخدرات الطبيعية يعني شو مخدرات طبيعية يعني الأصل مالته نباتي تستخرج من النبات أما من أوراق النبات أو أسهارة أو فيمارة مثل يا نباتات عندك نبات الخشخاش القنب الكوكا هذني شنو يستخلصوا المواد المخدرة باستعمال يستخلص المادة المخدرة من هذه النباتات كيف يستخلصها باستعمال مذيبات عضوية مثل الكوكاين الحشيش الإفيون المورفين هاي المخدرات تعتبر هي شنو مخدرات طبيعية أصلها شنو نباتي إذن اتعدد للمخدرات الطبيعية وتصنفها وتذكر مثال عليه إذن من أجلك مثلا الكوكاين شنو نوع هذا المخدر هل هو طبيعي نصف صناعي لو صناعي الكوكاين مخدر طبيعي يعني شنو طبيعي يستخرج من النبات مخدرات نصف صناعية يعني شنو هذه نصف يستخلصها مواد مخدرة يستخلصها من النبات المخدرة لكن شنو راح تتفاعل مع مواد أخرى حيث تكون المواد ذات تأثير أكثر فعالية من المواد الأصلي مثل الهيروين اللي ينتج من تفاعل مادة المورفين مادة المورفين اللي هي مستخلصة من النبات مع مادة الأساتي الكلوريد اللي هي مادة كيميائية إذن المخدرات النصف صناعية هي شنو عبارة عن مخدرات طبيعية زائد صناعية يعني يستخلص مادة من النبات يضفلها مركب كيميائي حتى تصبح أكثر فعالية من المواد الأصلي مثال عليها شنو الهيروين المخدرات الصناعية هذه تنتج من تفاعلات كيميائية معقدة بين المركبات الكيميائية ويمكن أن تصنف تبعا لتأثيرها عن النشاط العقلي للمتعاطي وحالته النفسية إلى هذا من المخدرات رح يصنفوها إلى أربعة أنواع أما مهبطات أو منشطات أو مهلوسات أو الحشيش باعتباره مهبط بالجرعة الصغيرة ومهلوسة بالجرعة الكبيرة هذه أهم ما يخص العادات الظارة اختصرتها جداً لكم بصورة جداً مختصرة اللي هي التدخين والكحول والمخدرات الإدمان عندك الإدمان تركي موضوع الإدمان ننتقل إلى الوصفة الطبية إذن العلاج هناك ثلاثة مراحل حددتها منظمة الصحة العالمية المرحلة الأولى المبكرة والمرحلة الثانية المتوسطة والمرحلة الثالثة الاستقرار إذن كيف يتم علاج العادات الظارة؟ حددت منظمة الصحة العالمية ثلاث مراحل اللي هي المرحلة الأولى يطلب من جانب المدمن الرغبة الصادقة هذه المرحلة المبكرة تحتاج أن الشخص المدمن يكون عنده رغبة صادقة أنه يتخلص من مرحلة الإدمان بحيث يكافح في مراحل لدخوله في مراحل كفاح صعبة وشديدة وقاسية وقال إليمة بين احتياجاته الشديدة للمخدر وبين عزمه الأكيد على عدم التعاطي والاستعداد لقبول المساعدة هذه المرحلة أيام وأسابيع إذن المرحلة الأولى المبكرة مدتها تستمر أيام وأسابيع لكن المطلوب من الشخص المدمن أن يكون يصير عنده إصرار وعزيمة حتى يتجاوز هذه المرحلة المرحلة الثانية اللي هي المتوسطة بعد توقف المتعاطي إذن توقف المتعاطي عن أخذ هذه المواد الضارة وتخلصه من التسمم الناجم عنه تظهر مشكلات المرحلة المتوسطة إذن المرحلة الأولى أنه تخلص من الإدمان على أي عادة ضارة أو تدخين أو كحول أو مخدرات تركه وصارت عنده عزيمة المرحلة اللي بعتها إنه هو شنو هنا متوقف معه يتعاطى أي مادة وتخلص من السم الناتج عن هذه العادات الضارة تبدي المرحلة المتوسطة اللي تتمثل بنوم عميق لفترات طويلة فقدان الوزن ارتفاع بضغط الدم وزيادة في دقات القلب تستمر هذه المرحلة من ستة أشهر إلى سنة في الأقل حتى تعود أجهزة الجسم إلى مستوياتها العادي المرحلة هذه المتوسطة رح تستمر من ستة أشهر إلى سنة حتى تعود أجهزة الجسم إلى مستوياتها العادي المرحلة الثالثة الاستقرار وفيها لا يحتاج الشخص المعالج المريض إلى المساعدة وتكون المساعدة في تأهيل نفسه وتذليل ما يعترضها من صعوبات وعقبات إذن من خلال تثبيت ثقة أو بنفسه يفحص قدراته وتوظيف مهاراته في العمل الذي يتناسب معه وتأهيله اجتماعيا يشجع القيم يعني دائما يتجه إلى الاجتماعات مع الأصدقاء يفعله إلى الآخرين يستغل وقت فراغ بعد بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخر هذا هو موضوع المحاضرة رقم خمسة اللي هي الداخل عندك انه هو التدخين تعريف التدخين مكتشف التدخين وأضرار التدخين تأخذ لخمسة من عندك وعندك تعريف الكحول واستخداماته وتأثير الكحول على الجسم وتعريف المخدرات وتصنيف المخدرات ثلاث أنواع اللي هي أما أصلها نباتي أو نصف مصنع نص طبيع ونص صناعي والمخدرات الصناعية وأيضا أنه كيف يتم هذه علاج هذه الحالات أعزاء الطلبة شكرا جزيلا لحسن ازتماعكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر